السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرح اليوم بيذن الله مجموعة من التمارين للواجب الثاني لمادة اللينير ألجبرا أول تمرين عندنا بيقول لو أنا عندي المتجه يوم 3 و1 وسالب 1 والمتجه ايه 2 وسالب 1 و3 دول فيكتورز أو متجهات في الـ R3 يعني كل متجه مكون من 3 كمبوننت وبحيث أن مربع النورم للمتجه ايه قيمته 14 فإن الفكتور كمبوننت للمتجه يو عبر أو خلال المتجه ايه حيكون أيم مما يلي لازم نعرف أولا أن الفكتور كمبوننت للمتجه يو خلال متجه تاني بنسميها البروجيكشن أو أورثونال برووجيكشن والقانون لإيجاد الأورثونال برووجيكشن لليو عبر المتجه ايه بيساوي الـ .product للمتجهين على نورم المتجه ايه مربع مضروف في المتجه ايه نفسه وطبعا الـ .product بيطلع رقم ومربع النورم بيطلع رقم يعني معنى كده أن المفروض أن الحكاية دي كلها تطلع متجه مضروف في رقم فاحنا محتاجين نروح نحسب الـ .product وهو من ديني النورم للمتجه ايه تربيع الـ .product بنحسبه ازاي؟ هو عبارة عن ناتج أو مجموع حاصل ضرب كل عنصر فيما ينظره فناخد المتجه يو والمتجه ايه ونشوف 3 وهنا 1 وسالب 1 وهنا 2 سالب 1 وهنا 3 3 في 2 حتديني 6 1 سالب 1 تديني سالب 1 سالب 1 في 3 حتديني سالب 3 كده احنا ضربنا كل عنصر فيما ينظره نجيب لهم المجموع يعني نجمع الـ 6 مع السالب 1 مع السالب 3 حتديني 2 يبقى الـ .product اللي هو الجزئية دي قيمتها 2 طيب والنورم تربيع قيمته 14 مضروف في المتجه ايه؟ يعني 2 على 14 مضروبة في المتجه ايه؟ طبعا اختصارا ممكن نقول 2 على 2 فيها الواحد و14 على 2 فيها السبعة يعني 1 على 7 مضروبة في المتجه ايه؟ نبص كده 1 على 7 اللي هي دي مضروبة في المتجه ايه؟ 2 وسالب 1 وتلاتة اللي هو الاختيار المحدد السؤال الثاني بيقول لو انت كان عندك نورم المتجه U ب2 ونورم المتجه V ب5 والـ .product قيمته بزيرو فان الزاوية سيتا او الزاوية ما بين المتجهين U و V هتكون ايه مما يليم احنا عارفين انه لما يكون الـ .product ما بين المتجهين بزيرو يبقى المتجهين دول متعمدين او ارثوجونال وبالتالي الزاوية ما بينهم بتساوي 90 او بتساوي باي على 2 بالتقدير الدائري التسعين دي بالتقدير الستيني علشان نحولها الى تقدير دائري او راضيا فاحنا بنضرب في باي على 180 بصوا كده ادي 90 مضروبة في باي على 180 التسعين نقسمها على 90 تديني واحد المية وتسعين على تسعين تديني اتنين يعني الناتج يطلع باي على 2 يعني لما يكون متجهين حاصل الضرب او الـ .product بتاحهم بزيرو يبقى المتجهين دول ارثوجونال والزاوية ما بينهم قيمتها 90 بالرقب الديجري او باي على 2 بالرادين فمن غير ما نحل اي حاجة حتلاقي ان الزاوية اللي هي باي على 2 مش موجودة غير في الاختيار A طيب تعالى بقى نحلها رياضيا كده القانون بتاعي بيقول انه حاصل الـ .product بيسوي نورم المتجه الاول مضروف في نورم التاني في كوزين الزاوية طيب والـ .product بكام بزيرو ونورم المتجه الاول كان اتنين ونورم المتجه التاني خمسة يعني ده اتنين وده خمسة وكوزين الزاوية اللي احنا بندور عليها فلما نعوض هنا يبقى الزيرو بتساوي اتنين في خمسة يعني عشرة زيرو بتساوي عشرة كوزين السيتا احنا علشان نجيب الزاوية القانون بيقول زي كوزين انفيرس الزيرو على عشرة احنا عايزين مين؟ عايزين الزاوية سليم يبقى الزاوية هتطلع كام؟ هتطلع كوزين انفيرس الزيرو على عشرة الزيرو على عشرة دي اللي يتطلع رياضيا صفرة كوزين الانفيرس للزيرو بالقان الحسبة تلاقي الزاوية تطلع تسعين يعني نفس الكلام اللي انا عارفه انا عارف انهم ما يكونوا الاتنين ارثجونال يبقى الزاوية ما بينهم كام؟ تسعين بس تسعين دي بالرادين انا مش عايزة بالرادين فانا حروح احولها ليه؟ او قاسف مش عايزة بالدجري عايزة بالرادين فحروح احولها بالضرب في باي على مية وتمانين اللي هي حتديني باي على اتنين التمرين اللي بعده بيقول لو الزاوية ما بين المتجهين يو و في كانت ستين والمتجه الاول كان سلب واحد واثنين وواحد والمتجه التاني كان واحد وسلب واحد واثنين فان الضوت برودكت للمتجهين يو و في قنته كام؟ نعوض في القانون اللي بيقول ان الضوت برودكت للمتجهين اليو و الفي بيساوي نورم المتجه الاول مضروف نورم المتجه الثاني في كوزاين الزاوية طيب احنا بندور على ايه؟ بندور على dot product اللي هو ده يبقى حنحتاج نحسب نورم اليو ونورم الفي وكوزاين الزاوية طيب نورم المتجه يو نورم المتجه يو بيساوي الجزر التربيعي لمجموعة مربع الكمبوناند فالمتجه يو كان كام؟ كان سالب اتنين سالب اتنين او اسف هيكون سالب واحد واثنين وواحد واحنا عايزين النورم فنقول الجزر التربيعي لمربع سالب واحد تربيع اتنين تربيع وواحد تربيع يعني هيكون واحد زائد اربعة زائد واحد يعني يطلع جزر خمسة او اسف هيطلع جزر ستة هنا واحد واحد اتنين واربعة يطلع جزر ستة طيب بالنسبة ده كان نورم مين؟ كان نورم ال-U طيب بالنسبة للنورم ال-V نفس الحكاية هنقول الواحد تربيع جزر التربيعي للواحد تربيع وبعدين سالب واحد تربيع وبعدين اتنين تربيع كده فلما تحسبها بالقلة الحزبة هتكون جزر واحد زائد واحد يبقى اتنين واربعة يطلع ستة يبقى نورم المتجه الاول طلع جزر 6 ونورم المتجه التاني طلع جزر 6 نروح نعود في القانون بتاعنا بقى كده الـ.product بتاعنا بيساوي نورم الاول كان جزر 6 نورم التاني جزر 6 والزاوية كانت 60 يبقى جزر 6 مضروبة في جزر 6 في كوزاين الستين كوزاين الستين دي بالقلح حسبة تطلع قيمتها نص يبقى نص مضروبة في جزر 6 في جزر 6 لما تضرب دول في القلة الحسبة هتلاقي تطلع لك 6 في نص يعني يطلع لك قيمتها 3 السؤال اللي بعد كده بيقول لو الرنك للمصفوفة ايه كان قيمته 3 والمصفوفة اللي هو مدهالك مكونة من 4 صفوف و 4 اعمدة يترى النالة بتاعت المصفوفة دي تكون قيمتها كام لازم نبقى عارفين انه فيه قانون بيقول ان الرنك للمصفوفة ايه زائد النالة بيساوي ان طيب الان دي اللي هي ايه هي عدد اعمدة المصفوفة طيب المصفوفة دي مكونة من 4 صفوف و 4 اعمدة يبقى الان دي قيمتها كام الان دي قيمتها 4 والرنك هو مدهاني قيمتها 3 يبقى 3 زائد النالة تي اللي معرفش قيمتها بتساوي 4 يبقى بالتأكيد ان النالة تي هتساوي قيمتها كام 1 السؤال بيقول الكوردينيت فيكتور للمتجه V بالنسبة ليه البيزيس المكونة من مجموعة متجهات U1 و U2 و U3 هيكون اي مما يلي فكرة الحل هنضع المتجه V على صورة linear combination من متجهات البيزيس ونبحث على قيم السي 1 والسي 2 والسي 3 قيم السي 1 و 2 و 3 هو الكوردينيت فيكتور يبقى دلوقت الكوردينيت فيكتور للمتجه V اللي قيمه 1 و 2 و سالب 1 بالنسبة للبيزيس S هنجيبه ازاي هنضع المتجه V على صورة linear combination من المتجهات اللي هي U1 و U2 و U3 يبقى السي 1 مضروبة في الفكتور U1 والسي 2 في الفكتور U2 والسي 3 في الفكتور U3 ومهمتنا هي البحث وإيجاد قيم السي 1 و 2 و 3 هنعمل ايه كمان؟ هنحول ال فيكتور فورم إلى متريكس فورم يبقى هنعمل مصفوفة كده وبعدين ناخد المتجه الأول نحوله من فيكتور ينزل عمود يبقى هنا 1 سالب 1 و 0 والمتجه الثاني 0 1 0 والمتجه الثالث اللي هو الثلاث وحايد يبقى ده متجه U1 U2 U3 وهنا هنمفروض نجيب السابت الأول السابت الثاني السابت الثالث وبعدين نحط المتجه الأخير اللي هو ال V أو 1 2 سالب 1 احنا عايزين نحل السيستم ده باستخدام الآلة الحزبة فحنروح على الآلة الحزبة ونضغط على مود 5 وبعدين انت عندك كم متغير؟ هل عندك X و Y ولا عندك X و Y و Z لا ده أنا عندي C1 و C2 و C3 ماهو ده معناه ان هم تلات متغيرات يعني بدل ما تقول X و Y و Z قول انها C1 و C2 و C3 يبقى هنختار لاختيار رقم كام؟ رقم 2 ونبدأ ندخل العناصر اللي قتمنا كل عنصر بعده يساوي نقول 1 يساوي 0 يساوي 1 يساوي 1 يساوي خلصنا الصف الأول نتنقل للصف الثاني سالب 1 يساوي 1 يساوي وبعدين 1 يساوي وأخيراً 2 يساوي العمود الثالث أو آسف الصف الثالث والأخير 0 يساوي 0 يساوي 1 يساوي سالب 1 يساوي خلصت ادخال بيانات اضغط يساوي يقولك ان قيمة الـ X أو اللي هي C1 قيمتها بكام؟ قيمتها باثنين وبعدين أضغط يساوي الـ Y بخمسة يساوي الزد بسالب واحد يبقى دلوقت السي 1 و 2 و 3 2 و 5 وسالب واحد يبقى الكوردينيت فيكتور 2 و 5 وسالب واحد ودي القيمة اللي موجودة في الاختيارات التمرين اللي بعده بيقول الـ Dimension للـ Row Space للمصفوفة A قيمته حتكون أي مما يلي الـ Row Space هو عدد الصفوف الغير صفرية ولكن في الـ Reduced Row Echelon Form هل المصفوفة اللي قدامك دي في الـ Row Echelon Form؟ لا طبعا هتيجي تقول لي ده الـ Leading Entry 1 هنا تحته أصفار طب والـ Leading Entry هنا واحد أنا عايز يبقى فوقه صفر وتحته صفر طيب هنعمل ايه؟ علشان نحول المصفوفة اللي قدامنا دي للـ Reduced Row Echelon Form هننفذ مجموعة من الـ Row Operations نيجي هنا الـ Leading Entry 1 عايز أخلي الكمية اللي فوقه دي 0 فأسهل حاجة هنجمع الصف الثاني مع الصف الأول ونخزن الناتج في الصف الأول يبقى أجمع 0 مع الـ 1 حيديني 1 1 مع السالب 1 حيديني هنا 0 و 4 زائد صفرة الديني هنا 4 يبقى المصفوفة الجديدة 1-0-4 وهنا 0-1-4 وده 3 صفار هل دي هي Reduced Row Echelon Form تعالوا كده نراجع الخواص Leading Entry 1 وتحته أصفار Leading Entry 1 وفوق أصفار وتحته أصفار Leading Entry في الصف الثالث مفيش مش مشكلة الصف الصفري موجود في نهاية المصفوفة أيوة يبقى هي فعلا كده في Reduced Row Echelon Form طيب أصلا مكتوب أنت لو عندك مصفوفة قهر والمصفوفة دي شايفين في ال Row Echelon Form طبعا ده معناه أننا كان ممكن نختصر خطوة يعني ممكن بدل ما كنا نحولها لل Reduced Row Echelon Form ممكن نكتفي بها زي ما هي هي فعلا فوق كانت في ال Row Echelon Form فبيقول لي أنه عدد الصفوف الصفرية أو ال Non Zero Row Victors حتمثل ال Row Space وأنه عدد الكولومز اللي Leading Entry بتاعها بيساوي واحد بتمثل ال Row أو ال Basis للكولوم Space يبقى أنا عايز أقول بس كده تصحيح أنه النظرية بتقول لو أنت عندك مصفوفة والمصفوفة دي في ال Row Echelon Form فعدد الصفوف الغير صفرية دي بتمثل ال Row Space نيجي للسؤال اللي بعده بيطلب مني الكروس برودكت للمتجهين U و V لازم تعرفوا معلومة أن الكروس برودكت بيطلع متجه أما الضوط برودكت بيطلع Value عايزين نجيب الكروس برودكت للمتجهين U والمتجه V بنعمل إيه؟ بنجي كتبين كده هادي I و هادي J و هادي K و ننزل هنا بالمتجه الأول والمتجه الثاني الأول كان ثلاث وحاية المتجه الثاني كان سالب اثنين وستة وثلاثة وبعدين نبدأ نحسب و نشوف هنحسبها إزاي هنيجي نقول ال-I ناقص الجي وبعدين زائد الكي بعد كل عنصر فيه محدد كده المحدد ده محدد أصغر فنيجي نقول ال-I مضروبة في المحدد الأصغر النادج عن حصف الصف بتاعها والعمود مش دي ال-I طير الصف ده والعمود ده يبقى لك واحد واحد ستة ثلاثة اللي هي الجزئية دي طيب بالنسبة لي الجي خلي بالكم الإشارة دي من القانون طير الصف اللي هو خاص بي الجي عمود وصف يبقى لك واحد واحد سالب اثنين ثلاثة اللي هي دي طيب بالنسبة للكي حطير الصف والعمود اللي موجودة فيه يبقى طيرنا الصف ده والعمود ده اتبقى لنا واحد واحد سالب اثنين ستة دي عبارة عن مصفوفات أو محدد من الدرجة التانية محدد الدرجة التانية بنحسبه ناتج حاصل ضرب القطر الرئيسي ناقص حاصل ضرب عناصر القطر غير الرئيسي يعني انت عندك واحد واحد ستة ثلاثة المحدد بتاعها نحسبه ازاي حتقل لي واحد في تلاتة يديني تلاتة ناقص واحد في ستة يعني ستة تلاتة ناقص ستة تديني سالب تلاتة طيب بالنسبة للمحدد اللي هو ده هيكون واحد واحد سالب اثنين تلاتة واحد في تلاتة حتديني تلاتة ناقص سالب اثنين في واحد خلي بالكوا كده هذه ناتج حصل ضرب الواحد في ثلاثة السالب السالب دي من القانون عندما تضرب واحد في سالب اثنين تديك سالب اثنين ثلاثة ناقص ناقص اثنين يعني كأنها ثلاثة زائد اثنين يطلع الناتج خمسة طيب يبقى المفروض أن المحدد ده كله سيتشال ويتحط بدله خمسة والمحدد ده تشال كله وتحط بدله سالب ثلاثة طيب والمحدد الأخير نحسبه كده واحد في ستة يديني ستة ناقص ناقص اثنين يعني هتلاقى ثمانية يبقى أنت طلع لك اي مضربة في سالب ثلاثة سالب الجي مضربة في خمسة وبعدين زائد الثمانية كي يبقى المحدد أو المتجه بتاعك هيطلع سالب ثلاثة سالب خمسة زائد ثمانية كي التمرين اللي بعده بيقول لأي قيمة للـ A والـ B حيكون المتجه W عبارة عن linear combination من المتجه U و V علشان المتجه يكون linear combination من متجهين تانيين يبقى نقول الـ W بيساوي سابت مضروف المتجه الأول زائد سابت مضروف المتجه التاني طيب المتجه اللي هو الـ W هيكون الخمسة والستة والسالب واحد اللي هو ده وهنا C واحد اللي هو السابت و الـ U تلاتة اتنين واحد و الـ V واحد سالب اتنين تلاتة الصورة دي أنا ما قدرش أحلها فانا لازم أحولها من الفيكتور فورم للماتريكس فورم فهعمل مصفوفة واخد المتجه الأول يبقى العمود الأول يبقى هنا تلاتة اتنين واحد والمتجه التاني واحد سالب اتنين تلاتة حينزل العمود التاني والمتجه W هيبقى هنا خمسة وستة وسالب واحد وإحنا بندور على كام متغيرين اتنين اللي هي C واحد وC اتنين طبعا هنروح نحل المصفوفة دي بالألة الحزبة هنقول مود وبعدين خمسة ونقف هنا هو المفروض ان انا عايز الاختيار الأول ليه؟ لان انت عندك متغيرين اتنين اللي هما C واحد والC اتنين او الـ X والـ Y فهختار واحد طيب ندخل اي مصفوفة المفروض ان انت تدخل كل المصفوفات بالتوالي مع بعضها يعني تاخد الأولى والتانية والتانية والتالتة والتالتة والأولى وتجرب لانه احيانا ممكن يحصل أخطاء فانا هكتفي هنا بالأولى والتانية واشوف هدخل 3 يساوي 1 يساوي 5 يساوي وبعدين 2 يساوي سالب 2 يساوي و 6 يساوي دخلنا البيانات نقول يساوي طلع لي ان قيمة الـ X او الثابت الاول بـ 2 والثابت الثاني بـ 1 يبقى فعلا لو انا خدت المعادلة الاولى والتانية سليم طلع لي ان قيمة الثوابت السي واحد بـ 2 والثابت الثاني بـ سالب واحد يبقى المتجة او القيم هتبقى 2 وسالب واحد طيب لو انا خدت المعادلة الاولى والمعادلة الثالثة يفترض انه يطلع لك 2 وسالب واحد طيب اي معادلتين يفترض انه هم يطلعوا حل واحد يعني يطلعوا نفس القيم التمرين اللي بعده بيقول قيمة الكي علشان تبقى مجموعة المتجهات دي هي النط linearly independent احنا كان عندنا المتجهات اما انها تكون linearly independent او انها تكون linearly independent بس هو هنا عامل حاجة كده جاي بيقول هي ما هيش linearly independent طيب يعني معنى كده انه هو الجزئية دي كلها كده يقصد بيها ان هي linearly dependent ولما تكون المتجهات linearly dependent يبقى المحدد الناتج عن تحولها من متجهات الى اعمدة محدده بكام بزيرو تعالوا كده نشوف الكلام ده صح ولا لا احنا عندنا مصفوفة او عندنا مجموعة متجهات حولها لمحدد حنيجي نقول هنا واحد تلاتة اتنين وبعدين هنا كي سيرو سالب واحد وهو بيقولك ان الكي حكون قامتها سالب اتنين يبقى سالب اتنين زيرو سالب واحد وهنا زيرو اتنين واحد ده المحدد الناتج عن تحويل المتجهات الى اعمده المحدد ده المفروض ان انت لو حسبته وطلع المحدد بزيرو يبقى الكلام ده صح طيب هون هاعد نحسبه في الامتحان لا طبعا هنروح بالقالة الحسبة ندخل المصفوفة دي ونحسبها فهنقول مود ونقول ستة ونقول اي سي دخلنا في الماتريكس فورما فهنقول شفت اربعة ونقول واحد المصفوفة اللي احنا عايزين ندخلها هي المصفوفة واحد الصيز بتاعها تلات صفوف وثلات اعمدة يبقى هنختار واحد ابدأ دخل واحد يساوي سالب اثنين يساوي زيرو يساوي تلاتة يساوي زيرو يساوي اثنين يساوي اثنين يساوي سالب واحد يساوي وواحد يساوي خلصنا الادخال نحفظ المصفوفة ونقول شفت مع RCL بس انا مش عايز دخل المصفوفة انا عايز المحدد طيب نروح على شفت ونقول ماتريكس واحنا عايزين نجيب المحدد المحدد اه محدد بالانجليزي يعني determinant فحنختار الاختيار رقم سبعة طيب انت عايز المحدد لمين يبقى حنروح على شفت ونقول له ماتريكس ونقول له احنا عايزين محدد المصفوفة ايه اللي هي رقم ثلاتة ونقول يساوي طلعلي ان المحدد بتاعها بزيرو يبقى فعلا القيمة ما تبقى كيه بسالب اثنين تخلي مجموعة المتجهات دول نقط linearly independent يعني كأنهم linearly independent يبقى الكلام ده true السؤال اللي بعده بيقول النورم للمتجه يوم اللي هو قدامك ده قمته خمسة النورم ليه المتجه بيساوي الجزر التربيعي لمجموعة مربع الكمبوننت بتاحته يعني تاخد الواحد تربحها تربيع سالب اثنين تربيع اها وبعدين بعد كده تاخد الاربعة تربيع وبعدين تاخد الاثنين تربيع طبعا التربيع بيلغي الاشارة فنيجي نقول بيساوي جزر جزر مين واحد تربيع يعني واحد سالب اثنين تربيع تطلع باربعة اربعة تربيع يعني ستاشر واثنين تربيع تطلع اربعة اربعة وستاشر يعني عشرين واربعة تبقى اربعة وعشرين وواحد خمسة وعشرين جزر الخمسة وعشرين يطلع خمسة يبقى الكلام ده true سؤال بعد كده النظري بيقول لو انت عندك مصفوفة ايه وكانت الاردر بتاعها تلاتة فاربعة فان الاردر بيكون اقل من الاصغر من التلاتة والاربعة دي نظرية النظرية بتقول لو انت عندك مصفوفة ايه وكان الاردر بتاعها ام في ان فان الاردر بتاع المصفوفة بيكون اقل من او بيساوي الاصغر من الاتنين دول اللي هما الام والان التمرين اللي بعد كده بيقول مجموعة المتجهات واحد واثنين وواحد ثلاثة صفار اتنين اربعة ثلاثة المتجهات دي بتكون linearly dependent احنا لسا قيلين linearly dependent يبقى المحدد الناتج عن تحويل المتجهات دي الى اعمدة هيطلع بزيره فاحنا هنعمل ايه هنعمل مصفوفة او محدد مباشرة ناخد الواحد اتنين واحد يبقى العمود الاول الثلاثة صفار يبقى العمود الثاني اتنين اربعة ثلاثة ينزل العمود الثالث هل المحدد ده بيساوي زيره ايوة بيساوي زيره طب وانت حساب تبقى القلل حسبة لا لانه في خاصية اصلا بتقول لي لما يكون عندك صف صفري او عمود صفري صف كله اصفار او عمود كله اصفار يبقى المحدد بتاعك كله قيمت زيره يبقى فعلا المصفوفة دي او المتجهات دول linearly dependent التمرين اللي بعده بيقول المتجهات يو و في الاتنين دول ارثجونال طيب اما يكون عندك متجهين ارثجونال ده معنى ايه ده معنى ان الدوت برودكت بتاعهم بيساوي زيره ومعناه انه يبقى اليو ضد في بيساوي زيره ان الزاوية ما بينهم بتكون تسعين ديجري او باي على اتنين طيب يبقى احنا محتاجين علشان نسبة انهم ارثجونال نحسب الدوت برودكت ونشوف الدوت برودكت حيطلع بزيره ولا لا الدوت برودكت بيساوي مجموع حاصل ضرب كل عنصر في المناظر ليه يبقى نضرب السالب 2 في واحد حتديني سالب اتنين ونضرب الخمسة في سالب واحد حتديني سالب خمسة ونضرب الثلاثة في تلاتة تديني ستة اجمع بقى كلهم يبقى كده سالب اتنين سالب خمسة تديني سالب سبعة زائد ستة هتديني سالب واحد سليم او اعتقد ان فيه غلطة عندهما 3 في 3 بتسعة يا جماعة يبقى هنا دلوقتي سالب سبعة زائد تسعة هتديني اتنين طيب هل الدوت بروتكت تطلع بزيره لا تطلع حكمته باتنين يبقى المفروض ان الاجابة هنا هتكون false زي ما اخترنا التمرين اللي بعده بيقول لو انت عندك المتجه يو واحد وسالب اثنين وتلاتة والمتجه في اربعة وسالب واحد واثنين فقيمة النورم لحاصل الطرح بتاعهم بيسوي 11 طيب ما تيجي تطرحهم يا عم نطرح اليو ناقص الفي اليو هدي واحد ناقص اربعة هتديني سالب تلاتة وهنا سالب اثنين وركزوا هنا سالب اثنين سالب سالب واحد سالب اثنين سالب سالب واحد الاشارة دي ما تنضرف في دي تحولها الموجة بيبقى سالب اثنين زائد واحد هتديني هنا سالب واحد طيب وبعدين ثلاتة ناقص اثنين تديني واحد هو انت بتطرح ليه ما هو اصلا عايز هنا يو ناقص في يبقى انا بطرح كل عنصر من المتجه يو ناقص العنصر المناظر ليه طيب ده كان المتجه تعرف تجيب لي النورم بتاعه النورم احنا لسه قيلين انه بيساوي الجزر التربيعي لمجموع مربح كل كمبونان سالب تلاتة تربية تطلع تسعة سالب واحد تربية واحد واحد تربية تطلع واحد يبقى جزر احداشر لكن ده هو بيقولي ده قيمة احداشر يبقى هو حله خطأ التمرين اللي بعده بيقول لو انت عندك متجه يو كان واحد وسالب واحد واثنين ومتجه في كان تلاتة وواحد وسالب اثنين وكان اللي اثنين دول متجهات في الارثري فان الدوت برودكت لليو دوت برودكت للكروس برودكت للمتجهين قيمته زيرو فعليا ده نظرية بصوا كده بيقول لو انت عندك متجهين يو وفي وده بليو فان الدوت برودكت لليو مع الكروس برودكت حيطلع بزيرو والفي مع الدوت برودكت لليو في الفي برضو حيطلع بزيرو يبقى معناها انه الكروس برودكت سليم لانه بيطلع متجه بيكون أرثوجنال على المتجه يو وأرثوجنال كمان على المتجه في لو عايز تحسبها يدويا اه احسب بقى سيدي انت عندك اليو مضروبة في دوت برودكت كده في اليو في الفي احسب دي بقى بالطريقة اللي احنا حسبناها بيها واللي حيطلع هاتلو الدوت برودكت مع اليو هتلاقي انه نتجه يطلع برضو بزيرو عندنا سؤال بيقول لو انت عندك مصفوفة ايه كانت 3 في 3 فإن الرو سبيس للمصفوفة A والكولوم سبيس للمصفوفة B have different dimensions ده كلام خطأ أنا عندي نظرية بتقول إن الرو سبيس والكولوم سبيس للمصفوفة A لهم نفس الديمينشن التمرين اللي بعد كده جاي بيقول الدستانس ما بين النقطة اللي هي السالب واحد واثنين والخط المستقيم أو اللاين X زائد 2Y ناقص الواحد قيمته أي مما يلي للأسف هنا محتاجين لنحن نعوض في القانون اللي قدامكم القانون كان بيقول إنه في R2 فإن المسافة ما بين النقطة B0 اللي هي X0 والY0 والخط المستقيم وخلي بالك هنا معادلة الخط المستقيم لازم تكون معادلة صفرية يعني كل القيم موجودة في طرف وصفر في الطرف التاني طيب حنعمل إيه؟ حنيجي نقول هنا X زائد 2Y ناقص واحد مين دي اللي هي المعادلة بتاعة الخط المستقيم على جزر A تربيع زائد B تربيع زائد C تربيع مين دول اللي هما معاملات هنا A X وهنا B Y وهنا C طيب بحيث إن مين X والY X والY دول هما النقطة اللي هو مديها لك يبقى أنت حتيجي تقولني والله أنا عندي X زائد 2Y ناقص الواحد على جزر معامل الـ X كان واحد تربيع معامل الـ Y 2 تربيع قيمة دي لو السي هيكون سالب واحد لكل تربيع طيب بس عشان أجيب قيمة لازم أعوض عن الـ X بقيمة والـ Y بقيمة قيمة الـ X اللي هي سالب واحد والـ Y باتنين يبقى هنا سالب واحد وهنا اتنين يبقى أن نقول كده سالب واحد زائد اتنين ضرب اتنين تديني أربعة ناقص واحد على جزر واحد تربيع يعني واحد اتنين تربيع يعني أربعة وهنا سالب واحد تربيع يعني واحد سالب واحد وسالب واحد مجموحهم سالب اتنين سالب اتنين زائد أربعة يبقى الناتر هيطلع باتنين يعني ساوي اتنين على جزر هنا واحد واربعة اعتقد ان هنا فيه غلطة عندي هي المفروض ان القانون A تربيع زائد B تربيع مفيش السي تربيع فطبعا دي هتتشال يبقى هنا واحد زائد أربعة يعني اتنين على جزر خمسة يبقى العملية كلها موضوع طعويد في القانون دوت والسي موجودة فوق وتحت مفيش سي تربيع التمرين اللي بعده بيقول لو انت عندك A كانت سالب واحد وستة والB اربعة وسبعة وكانت A هي الانيشيل يبقى دي الانيشيل والB كانت الترمينل يبقى دي البداية ودي النهاية فإن المتجة A B خلي بالكوا هنا المتجة جاي منين من الA للB يبقى الانيشيل هي الA والترمينل هي الB علشان نجيب قيمة المتجة ده نحسبها ازاي هنطرح نطرح مين نطرح الترمينل ناقص الانيشيل يبقى انا بطرح الB ناقص الA عارفين لو كان قال كده انا عايز المتجة كده كنا هنطرح مين اللي هي الB ناقص الA يبقى هو مديني هنا الانيشيل بوينت اللي هي الA والترمينل بوينت اللي هي الB وعايز المتجة A-B في الحالة اللي زي دي هنطرح النقطة B ناقص النقطة A النقطة B اللي هي كانت 4 و7 والنقطة A كانت سالب 1 و6 اطرح كده 4 ناقص ناقص واحد يبقى الاشارة هتتغير يبقى 4 زائد واحد هتديني خمسة وهنا 7 ناقص 6 هتديني واحد يبقى المتجة هيطلع خمسة وواحد التمرين اللي بعد كده يفترض انه هو على الشباتر اللي هي تقريبا خمسة او اللي فيها الترانسفورميشن فبيقولني والله لو انت عندك ترانسفورميشن للمتجة X و Y او X1 و X2 و X3 ومديني المعادلة دي يعني هتاخد ايه حيديك مثلا هنا قيم وتعوض في الصورة دي فان الامج للمتجة 2 و 5 و 1 هتكون كام كل اللي انا هعمله اننا ال 2 دي تعادل X1 وال 5 X2 وال 1 X3 روح تعوض في الصيغة دي هتلاقي يطلح 7 مسالب 5 و 4 تعالوا كده نشوف الجزئية الاولية طبعا دي الكمبوننت الاولى ودي الكمبوننت التانية فعندك X1 زيد X2 وهنا X1 ناقص 2 X2 زيد 3 X3 وهنا X2 ناقص X3 عوض كده نقول X1 و X2 مجموحهم يطلح كم كده؟ يطلح 7 على طول حلينا للتمرين ما فيش اول واحد ما فيش كمية موجودة غير دي هي الكمبوننت بتاعتها الاولى 7 يبقى ما فيش دعي ان نحسب البقين انتو فهمتو انا هعمل ايه؟ المفروض انه هو مديني ترانسفورميشن بيقولك ترانسفورميشن ليه الX1 والX2 والX3 بيسوي المعادلة دي انا عايز احسب الامج لما يكون القيم اللي انت هتعوض عنها او المتجه اللي قيمه 2 و 5 و 1 فانا هعمل ايه؟ هاخد الجزء الاول ده بس عوض عنه فبيجمع هوا الX1 والX2 وانت المفروض هنا 2 وهنا 5 وهنا 1 يبقى هنجمع الX1 والX2 طلع ان ناتج كام 7 ما يهمنيش بقى البقيين ليه؟ لانه في الاختيارات اللي موجودة عندي اول قيمة قابلتني وكانت قيمتها 7 هي دي التمرين اللي بعده بيقول اي من مجموعة المتجهات التالية بتمثل بيزس جوه الR3 المتجهات علشان تبقى بيزس جوه الR3 لازم تكون linearly independent يعني قيمة المحدد بتاعها لا يساوي 0 احنا قلنا علشان نحول او نتعامل مع المتجهات هنحولها من متجهات الى columns جوه مصفوفة فحنعمل ايه؟ هناخد دلوقت الاختيار مثلا الايه؟ هجيب المحدد بتاعه اخد الفيكتور الاول وحوله مين؟ وحوله الى column يبقى 1-2 سلب 1 وهنا 3-1-0 نزلنا بيها العمود التاني وهنا 2-4 سلب 2 نزلنا بيها العمود التالت ندخله في الالة الحسبة ونحسب المحدد طلع بZero المحدد التاني او الاختيار التاني فيه صف او فيه عمود صفري يبقى من غير تفكير المحدد هنا بZero طيب وبالنسبة للاختيار C الاختيار C اصلا انا مقدرش اجيب المحدد هنا ليه؟ اصلا المحددات احنا بنجيبها لما يكون عندنا للمصفوفات المربعية يعني عدد الصفوف بيسوي عدد الاعمدة لكن الاختيار C لو انت جيت تحوله لمحدد هتلاقي مكون من كم صف مكون من 3 صفوف في عمودين اتنين وانا معرفش اجيب المحددات لحاجة زي كده فانا علشان كده كتبت Undefined حتى لو دخلتوا في الالة الحسبة او دورت على الانترنت ما عندناش التكنولوجي ان احنا نحسب اللي هو المحدد لمصفوفة غير مربعة يبقى دلوقت ده كان صفرة وده كان صفرة وده غير معروف يبقى معنى كده انه ما فيش غير الاختيار الاخير التمرين اللي بعدك كده بيقول ان اليونت فيكتور في الdirection للمتجه V اللي قامته 2 وسالب 1 وسالب 2 هو 2 على 3 سالب 1 على 3 سالب 2 على 3 اليونت فيكتور ده بنحسبه ازاي اليونت فيكتور كتعريف ليه اسم تاني النورماليزيشن فيكتور اليونت فيكتور هو النورماليزيشن فيكتور والاتنين في الكتاب ممكن يستخدمهم محل بعض بيساوي الفيكتور نفسه على النورمة يعني انت محتاج تديني النورمة بتاع الفيكتور ونورمة الفي قلنا بيساوي الجزر التربيعي ليه مربع الاتنين تربيع تديني أربعة مربع السالب واحد تديني واحد مربع السالب اتنين تديني أربعة يعني بيساوي جزر تسعة الجزر بتاع التسعة يديك كام؟ هيديك تلاتة يبقى دلوقت النورمة هيساوي آآ تلاتة والتعويض في القانون ده هيكون المتجه اللي هو اتنين سالب واحد واثنين مقسوم على النورمة اللي هو تلاتة يعني حنقسم كل كمية من المتجه على تلاتة هيطلع اتنين على تلاتة سالب واحد على تلاتة واثنين على تلاتة يبقى الكلام ده كله true النقطة اللي بعدها بيقول ان الانترسكشن او التقاطع لأي اتنين ساب سبيس ذو فيكتور سبيس بيديني ساب سبيس من الفيكتور V ودي نظرية موجودة في الكتاب السؤال اللي بعده بيقول المتجه V واحد وV اتنين وV تلاتة بيمثلوا سبان للارثري لما يكون عندك S هي linearly independent فنقدر نقول ان المحدد بتاحها لا يساوي الزيرو وفي الحالة دي يبقى سبان يبقى دلوقت انت عندك مجموعة متجهات مجموعة المتجهات دي علشان تمثل سبان يبقى لازم المحدد بتاحها لا يساوي الزيرو نعمل ايه؟ هنروح نجيب المحدد بتوع المتجهات دي ناخد المتجه واحد سلب ثلاثة اربعة نحوله من كولوم او اسف من فيكتور الى عمود اتنين واحد سلب واحد سليم ويبقى دين هنا اربعة اتنين سلب اتنين نروح نجيب المحدد للمصفوفة دي لحظنا هيطلع بكام؟ بزيرو طالما انه طلع زيرو يبقى دول لا يمثلوا سبان لالسيستم الملاحظة عندي انه علشان تبقى مجموعة من المتجهات تمثل سبان لازم يكونوا لينيرلي اندبندنط ولينيرلي اندبندنط يعني المحدد بتاحهم لا يساوي الزيرو لكن لما حولنا المتجهات لمصفوفة وجبنا المحدد لقيناه بزيرو يبقى الكلام بتاعه false السؤال اللي بعده بيقول كل الbase لفينيت دايمانشنال فيكتور سبيس لها نفس النمبر من الفيكتورز وده سؤال نظري فاجابته true الاليمنتري رو اوبريشنز بتغير النال سبيس للمصفوفة لا طبعا المفروض ان الاعمليات اللي هي بتتم على الصفوف ما بتغيرش النال سبيس للمصفوفة اخر تمرين عندنا بيقول الستاندرد ماتريكس لترانسفورميشن تي اكس واي بيساوي زيرو اكس هو اي مما يليه الستاندرد ماتريكس هي مصفوفة اعمدتها هي الامجز المنظرة لصفوف متجه الوحدة او الايدنتيتي ماتريكس فالايدنتيتي ماتريكس دي في حالة التو وليه اخترت تو لان انت عندك اكس واي فاللي قمتها واحد زيرو زيرو واحد دي اسمها الايدنتيتي ماتريكس فناخد الصف الاول ونروح نجيب الامج بتاعته والصف التاني ونجيب الامج ومنها هنجيب الستاندرد ماتريكس فناخد الصف الاول يبقى هنعوض عن الاغس بواحد والواي بزيرو طيب هيطلع لكام هيطلع ل القيمة الاولى دايما بزيرو والقيمة التانية هي الواي والواي عندك بكم هنا والواي بزيرو يبقى دلوقت الامج للمتجة 1 و 0 تطلع 0 و 0 طيب ناخد الصف الثاني اللي هو 0 و 1 يبقى هنا هيكون فيه 0 و 1 أو الكمية اللي هي 0 هتنزل زي ما هي وبعد كده ال Y و ال Y هنا هتبقى كام ب 1 يبقى دلوقت الدول اللي هم يبقى دلوقت أنا خدت ترانسفورميشن لل 1 و 0 عوضتها في المعادلة اللي فوق طلع ل 0 و 0 الترانسفورميشن لل 0 و 1 طلع ل 0 و 1 نحولهم من Vectors الى Columns يبقى هنا 0 و 0 وده هيبقى 0 و 1 يعني الحاجة اللي أنا حولتهم من صفوف لأعمدة فالسطاندرد متريكسي هتطلع ايه هتطلع بالشكل اللي هو 0 0 و 0 1 ده اللي هو الاختيار الأول كمان في مجموعة تمرين نزلة Discussion فخلينا أقولها لكم بالمرة جاي بيقول هنا U كان 2 و 1 و 3 و V سلب 1 و 3 و 2 فعايز يحسب الدستانس ما بين المتجهين الدستانس ما بين المتجهين اللي هي U نقص V و نجيب لها النورمة فأنا هعمل ايه هطرح المتجهين سليم واللي هيطلع هيكون متجه أجيب له النورمة فنطرح كده U نقص V يبقى 2 نقص نقص 1 هتديني 3 وبعدين 1 نقص 3 هتديني سالب 2 وبعدين 3 نقص 2 هتديني 1 ده كده المتجه اللي طلع أنا عايز النورمة بتاعه فنجيب النورمة ازاي وهنا بنقول الجزر التربيعي لمربع الكمية الاولى زائد مربع التانية زائد مربع التالتة 3 تربيح تديني 9 2 تربيح تديني 4 1 تربيح تديني 1 9 و 4 13 و 1 يبقى 14 يبقى النورمة هيطلع لجزر 14 اللي هي الكمية دي التمرين اللي بعده بيقول ان المتجه 2 و 0 و 1 و سالب 1 هو أورثوجونال على اي من المتجهات قلنا أورثوجونال يعني الضوت بروتكت بتاعهم بيساوي 0 فحضرتك للأسف هتاخد كل متجه من دول و ده هسيب له الضوت بروتكت مع المتجه الآي مرة والبي مرة والسي والدي فحتلاحظ انه الضوت بروتكت للمتجه ده مع المتجه اللي هو الاختيار سي الضوت بروتكت بتاعهم 0 يبقى في الحالة دي اللي 2 دول أورثوجونال مع بعض أخيراً بيقول لي لو أنا عندي اليو 3 وسالب 2 و 1 والفي كان 4 وسالب 1 و 5 عايز يحسب الكروس بروتكت الخاص بيهم و دي طبعاً احنا قلناها بنقول هنا i و j و k وبعدين بننزل بالمتجه اللي هو 3 وسالب 2 و 1 وهنا 4 وسالب 1 و 5 و تيجي بقى تحسب المتجهات الصغرى أو المحددات الصغرى تقول هنا i وهنا سالب j وهنا k وتحسب المحدد الأصغر لكل منهم و في النهاية حيطلع لي سالب 9 سالب 11 5 أتمنى أن حضراتكم تذكروا الواجب دوت لأنه أفكاره وتمارينه كتيرة وبالتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر